موسيقى الحياة في مجملها خطوات إما بنخطوها في الطريق نحو الهدف أو اللا طريق ولا هدف موسيقى أهلا بكم أحبائي في لقاء جديد ومتجدد دائما من قناة الكرمة كندا وعلى الهواء مباشرة وبرنامجكم خطوات قدام نهاردة إحنا على موعد جديد مع مائدة سماء مفاخرة طعام من كلمة الله نهاردة أنا متأكد أن الله عنده مطر من التعليم وهطيل مطر من أقوال الله الجميلة الحلوة اللي هتروي كل نفس النهاردة وأنا متأكد أن موضوع النهاردة هيهم كل شخص بيشوفنا أيا كان هناخد جزء غالي من كلمة الله وهنكمل اللي بدأنا الإسبوع اللي فات يمكن أذكر حضراتكم أنه في خطوات قدام برنامج خطوات قدام إحنا بنهدف دائما أن إحنا نتناول مواضيع نبسطها جدا ويكون فيها حاجة عملية تقدر تساعد كل واحد أن ياخد خطوة جديدة في حياة الإيمان يوم بعد يوم يمكن مرات بناخد مواضيع ويمكن خدنا مواضيع كتيرة تناولناها لكن النهاردة هناخد مقطع بس مقطع محوري وغالي جدا من كلمة الله سفر الأعمال إصحاح 20 جهزوا كتبكم معنا واستعد لحطيل مطر من كلمة الله النهاردة وأنا متأكد أن كل واحد على موعد جديد مع بركة غير عادية النهاردة وبنعمة رب مش هتكون خطوات قدام لكن هتكون أميال لقدام في حياتنا مع المسيح سعيد تاني يكون معايا نخبة رائعة من خدام الله الأفاضل اللي كانوا معايا الإسبوع اللي فات وأنا سعيد جدا وفخور أن يكونوا موجودين معايا معايا رجل الله الحل الغالي نزار شهين الأسيس نزار طبعا غاني عن التعريف أنا بشكر الله من أجله من أجل خدمته واستخدامه الله استخدمه في كل أنحاء العالم ونعرف برغم مجهولياته كتيرة لكن عطانا وقت النهاردة وهو موجود معنا وأنا سعيد يكون موجود معنا النهاردة مرة تانية أنا بك أسيس نزار أهلا وسهلا أخ بيتر وبرحب بكل إخوت وأخواتي المشاهدين وأنا كمان بأيد كلمتك أنه كلمة الله واسعة جدا صعبة تحدها فيها دسم وفيها شبع وفيها كمان رسالة هذا الإصحاح أنا بالنسبة لي عاوز أتكلم عن ثلاث نقاط محورية ولسيما اللي تتعلق في هوية شخصية رسول بولوس أو خدمة رسول بولوس رح يكون لك نظرات نظرة إلى الماضي ما فعله بولوس نظرة إلى الحاضر ما قاله بولوس ثم نظرة إلى المستقبل ما سيقوله بولوس طبعا في رسالة لكل خادم وفي رسالة تحذير وبرضو في رسالة شهادة شخصية من حياة ومثال الرسول بولوس هذا هو التركيزي في هذه الحلقة أمين 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 كمان أشكر الله معايا خادم رائع جميل جدا أنا أشكر الله من أجله بالإضافة أنه هو صديق غالي وعزيز علي الأخ فادي حراء أنا أشكر الله من أجل أخ فادي يمكن أنا أعرف هو أكتر من فول تايم خادم ولو خدمات كتيرة وزيما ذكرت المرة اللي فاتت أشكر الله من أجل خدماته وجوده معنا في خدمة طبيب العظيم وأنا سعيد إن هو موجود معنا النهاردة برغم من مجهولياته برضو كتيرة لكن عطانا وقت من وقت النهاردة أهلا بك يا أخ فادي أشكرك حبيبي أشكرك حبيبي أخويا بيتر ربي باركك وبرحب بكل مشاهدينا على قناة الكرمة اللي موجودين اليوم قدام يعني زي ما تفضلت سماء كلمة الله أعتقد إن هذا الرسالة ليس فقط للخادم لكن لكل من يتصور بأنه هو يريد أن يكون خادم فاليوم رح نتكلم عن مقومات الخادم الحقيقي أعتقد إنه الشخص اللي قال في السابق إنه ليس كل خادم هو مؤمن حقيقي لكن كل مؤمن حقيقي هو خادم للمسيح وصلي أن تكون رسالة حقيقية لكل شخص موجود معنا اليوم أمين أثق النهاردة أنه نحن فعلا على موعد مع مائدة سماء من كلمة الله كمان أشكر الله معنا المرنمة الرائعة أنا أشكر الله من أجلها الأخت داليا طوبيا أشكر الله من أجلها ربنا يعني باركها جدا مش بس بالصوت الحلو ومش أداء لكن فعلا بمسحة رائعة في الترانيم وأنا بشكر الله من أجل وجودها معنا النهار أهلا بيك داليا طيب إيه رأيكم نبدأ ندخل محضرها الله الأول كده بتسبيح وترنيم وبعدين ندخل نكمل أو نتكلم في الموضوع الرائع اللي ربنا حامل هنا نهاردة تفضل اشتركوا في القناة 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 كل ما في الكون يحكي قدرتان كل طير في السماء يشتدان أنت تراه وإن لم يسألك هكذا يسري غناك في دماغ أنت بالحب الغني أوجدتني وبذات الحب قد أحييتني عندما أسلمت فاشتريتني وأنا الموثوق قد فكت يدان أنت بالحب الغني أوجدتني وبذات الحب قد أحييتني عندما أسلمت فاشتريتني وأنا الموثوق قد فكت يدان أنت نحر سيدي اسم غدان طهي رباتي وقدني للمياه عرفا للعنق فيك وارويني أيها القدوس يا رب الحياه أنت نحر سيدي اسم غدان طهي رباتي وقدني للمياه عرفا للعنق فيك وارويني أيها القدوس يا رب الحياة أمين أمين مستحق أن تحن لك الجباة إلهنا عظيم وإلهنا أمين حبا أننا لم يكنوا موجودين معنا الإسبوع اللي فات كان عندنا تأمننا في موضوع في منتهى روحة وأنا أثق أن كل ما كتب كل ما كتب كتب لأجل تعليمنا حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء فكان في لنا رجاء الحقيقة رائع في قصة أفتيخص إحنا تأمننا فيها وبس لو أحبقنا اللي مكنوش موجودين الإسبوع اللي فات لو بس نلخص لهم الكلام الجميل اللي كان فيها تعليم كبير جدا 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 مش قصة واحد كان قاعد يسمع بولس بولس قاعد يوعز وتأخر في الوعز طول في الوعزة وهو كان قاعد في الطبقة الثالثة والراجل زي ما سمعنا كانت الدنيا المصابيح الكتيرة مطلع ساني أكسيد الكربون وساني أكسيد الكربون بيطلع لفوق الراجل داخل ويمكن كان طول اليوم تعبان ومعظمهم فلاحين بيصحوا الصبح بدري وقع مات لكن احتضن بولس صحي مش قصة بيحكى لنا الكتاب لكن أكيد كان فيها تعليم وشوفنا فلو نشارك أحبانا قبل ما ندخل في موضوعنا المعرض تفضل يعني باختصار شديد هي بعد نهضة عظيمة جدا حدثت في أفيسوس وبولس ترك أفيسوس طبعا مر في كل مكان ولكن وصل ترواس ترواس المكان اللي استلم الرؤية أن يروح لطبعا مقاطعة مكدونية إلى منطقة فليبي ومنطقة اليونان في ترواس كان فيه اجتماع والناس حاضرين وبولس الرسول عم بيوعز عم بيتكلم بكلمة الله وطبعا الوقت ضيق لأنه كمان لازم يسافر لازم يترك يعني ويكمل رحلته لأنه كان الغرض أنه يروح يعيد في أور شليم والناس اجتمعت واحد من المجتمعين واحد اسمه أفتيخوس مثل ما ذكرت كانت جالس عند الطاقة يعني في الشباك فوق ولسبب ما سقط على الأرض وحدثت معجزة والكتاب بيتكلم أنه كان فيه اجتماع لأنه كان الاجتماع هو كسر الخمز يعني في أول الأسبوع ولكن لما سقط على الأرض أنت تخيل ردة فعل الناس شو ستكون لكن بولوس كان شبعان ومليان في الرب فراح احتضنوا وعانقوا وأكيد صلى ورجعت نفسه ورجعت حياته وكملوا الاجتماع وكسروا الخمز وضلوا الاجتماع ليس بس لنص الليل يستمر طبعا للصباح الباكر هذا ما حدث مع أفتيخوس طبعا هذه المعجزة كانت تأييد إلهي أن الله ساهر على كلمته ليجريها وأن الله يؤيد الخادم كمان بالمسحة الإلهية وهذا وعد من المسيح أنه وعد المسيح أنه سيبني الكنيسة وأبواب الجحيم لن تقو عليها وعد المسيح أن يعطي الروح القدس ووعد المسيح أنه لا يتركهم يتامة وعد أن الروح القدس سيكمل معهم بس في كمان وعد الرب يسوع وعده قال الأعمال التي أعملها أنا تعملونها أيضا بل تفعلون أو تعملون أعظم منهم وكان واضح من هذه المعجزة بطرس أقامية بولوس أقامية في هذه المعجزة أنه بيعطي مصداقية خلينا نركز على هوية يسوع بتعطي مصداقية لإرسالية يسوع المسيح بتعطي مصداقية لتصريحات يسوع المسيح الذي قال عن نفسه أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيحيا وطبعا تعطي مصداقية أن المسيح ما زال يعمل من خلال التلاميذ هو سفر أعمال التلاميذ المملؤين بروح الله أعمال الرسل أعمال الروح القدس من خلال حياة الرسل مملؤين بحضور الله لكي يفعلوا أعمال الله ودائما لما فيه كرازة بالكلمة الله يؤيد الكلمة بالآيات التابعة وهذا اندل على شيء بدل على مصداقية بدل على شرعية أنه التلاميذ مؤيدون بحضور الله معهم من خلال الآيات التابعة أمين 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 فادي أنا عارف أنت يعني يا ربين عطانا المرة لفات التعليم كتير بجانب الكلام الحلو اللي اسمعناه ورخص لنا القصة لأسيس نزار لو برضو تشاركنا بكام فكرة كده بسرعة عشان نقدر ندخل في موضوع بتاعنا النهاردة أمين حبيبي أخويا بيتر رغم أن النص ده يعني فيه شيء من الحزن أنه شخص ينام في وسط خادم ناري بولس الرسول لم يكن خادم اعتيادي لكن كلامه كان دائما يعني مساق بالروح القدس وهو كان دائما مفعا بالحيوية بالإضافة إلى أنه الوعظة والطاقة اللي بذلها بولس في هذه الوعظة لم تكن يعني وعظة كنائسنا في أيام الحالية فعلا ده كلام جميل بيقولك زي نام في وعظة هل ممكن حد ينام؟ ده أنت محتاج قوة غير عادية عشان تعرف تنام مثلا ومع كل هذا في ناس بتنام وبتشخر كمان في النشطة معقولة البعض يلتمس عضر أفتيخص لأنه الانتباهنا في النص يقول أنه وعظة إلى نصف الليل يعني الوعظة لم تكن كنائسنا والحقيقة أنا أريد أقول رسالة ساعات لما متعودين أن الخدمة تاخد خمسة واربعين دقيقة ولما الخادم ياخد خمسين دقيقة دور الساعات بيبتدي الكل لاحظ الحقيقة ملاحظة الساعة أنا أعتقد هو نوم أيضا الرغبة في إنهاء الوعظة والخروج هو نوم لأنه أنت يعني تقدم تصلك رسالة من الله واضحة بس هي فعلا على حسب الخادم يعني مثلا في خادم تزعل جدا لما يخلص صحيح بجد أنا في خدام حتى لو طول تزعل أول لما يخلص لكن في خادم تاني تزعل لو ما خلص مش عايز أقول يعني أعتقد أنه بولس أحلى وعظة قدمها في هذا النص رغم أنه يعني وعظ لا يخبرني ما الذي كان يعظ فيه بولس لكن الوعظة الحقيقية اللي شغل للروح القدس أنه يتكلم فيها هو ما حصل بعد سقوط أفتيخوس أعتقد هذه كانت الوعظة الحقيقية ونراه يتحرك بطريقة نزل إشارة للرب يسوع اللي فعلا نزل إلى أقسام الأرض السفلة حملوه ميتا وكم من أشخاص مؤمنين يحملون ميتين لكن الكتاب يخبرني أنه نفسه فيه وهنا يتكلم على أنه وقع على نقطة صلة وشكر وخرج وأكل وتقوى ورجع يعني شخص منشغل بهذا الشخص الواقع أنا أعتقد أنه كلنا في حياتنا في فترات من حياتنا تعرضنا للنوم والحقيقة هذا الكلام ليس لي أنا لأنه من بداية تكوين الكنيسة حتى التلاميذ هم موجودين في أكثر وقت كانوا محتاجين يكونوا نصاحين فيه نعم هو بجبل السيمان حتى أن الرب يسع قال أما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة كأنه إحنا بننام في أهم الأوقات تلاميذ لازم يكونوا سهرانين في هذا الوقت لكنهما ناموا أفتيخص لازم يكون صاعب في هذا الوقت لكن نايم لما أنا أنشغل في ذاتي أو لما يسيطر الجسد عليه أشتاز في النوم لكن الرائح في هذا النص أنه الله لا يترك النائمين ويمكن يكون عبدة على حياة السنين يمكن اختبرت وأنا أسمعها كثيراً ويمكن رددناها حتى أنه داود قال رد لي بهجت بهجت خلاصة والترنيمة كتبت وقالت قد فقدتها سيدي كأنه اعتياد الأمر مع الوقت الأيام الأولى للخلاص كانت مليانة مفعمة بالفرح وبعدين ماذا حصل نعم جميعهن نعسنا ونمنا لكن الله يريد رسالة إيقاظ لكل واحد فينا أمين أمين أعتقد دي مقدمة رائعة للموضوع اللي نحن عايزين نحن عايزين ندخل في موضوع الخدمة بس مش ممكن ندخل في موضوع الخدمة من غير ما نتناول موضوع أفتيخ كلمة الله عجيبة إحنا عايزين نكلم عن خدمة الحقيقية إيه هي خدمة الحقيقية؟ يعني هي أخدم الله في خدمة مرضية مقبولة قدام الله يعني أقف أما يجي قدام كرسي المسيحة بقول أكملت السعي يا رب أنا أنا فعلا خدمتك مش خدمة أي كلام لكن الرب يكلمنا عن أفتيخص قصة واحد واقع في الطبق الثالثة يمكن بكلمنا عن الفلك نوح كان الطبق الأولاني الحيوانات النجسة الطبق الثاني الحيوانات الطاهرة الطبق الثالث نوح شخص في الفلك شخص نالت خلاص لكن مع المشاغل نام وأفتيخص معنا اسمه اسمه المحزوز أو المستنير رجل مستنير خده استنارة من الله لكن وقع ومن منا لا يقع من منا بلا خطي لكن وقع ومات بس لم يفقد خلاصه حتى أي مؤمن هنا بيشوفنا نهار يمكن مؤمن واقع بقاله سنين زي ما سمعنا من أهل أستيس نظاره ومن الأخفادي مؤمن نام نام مع النائمين ووقع ربما ووقع من الطبق الثالث وسقوط عظيم وراحت نفسه يعني حسن هو مات لكن استيقظ أيها النائم وقم من بين الأموال فالنهاردة الله بيشجع كل مؤمن ساقط بيقوله ما تخافش إن سقطت أقوم لا تشمتي بي عدواتي لأنا إن سقطت أقوم حتى لو سقطت أنا لم أفقد خلاصي بالضبط وزي ما سمعنا إنه رد لي مش خلاصك ربا خدناك خلاص مرة واحدة وإلى الأبد لكن رد لي بهجت خلاص نفسي النهاردة أي مؤمن ساقط يطلب الله من كل قلبه من منا بالخطيئة ومحدش فينا معصوم من الخطيئة ومحدش من هنا واخد مناعة ضد الخطيئة أي مؤمن يمكن يقصد لكن المصيبة السوق ده إن إحنا نقع ونفضل زي ما إحنا لكن النهاردة بنعمة الله قوم واستنير قوم واطلب الله من كل قلبك الرب هيرد ليك بهجت خلاصك وتعالى بقى معنا نتكلم عن موضوع أنك مش بس تقوم لكن تيجي تشجع إخواتك وتشجع إخواتك وتخدم الله بكل أمان أتكلم عن الخدمة هنا أعتقد ده حدثك يمكن أشرت في بداية الكلام إن الإصحاح ده بيدرس لكل شخص عايز يخدم الله لأنه فعلا ده ده مدرسك الجزء ده من كلمة الله بيقول أول يوم دخلت ليكم وزي ما قلت يعني تفضلت وقلت بيكلم عن الماضي الحاضر المستقبل أخدم الرب كل الزمان كل الزمان كل الزمان أخدم الرب بكل تواضع ودموع كثيرة وتجارب أصابتني بمكايد اليهود أكتر حاجة بتخوفني فعلا أساس نظار هو إني أكون موهوم أني بخدم الله موهوم يعني ممكن اللي حوالي يشجعوني يقول إيه ده خدمتك رائعة أو ممكن يا سلام ده أنت مفيد جدا للخدمة ونافع للخدمة لكن أنا أكون يعني موهوم أن أنا بخدم الله فهنا نفسي النهاردة ربنا يصحي كل واحد أنه يخدم الله وعارف أن أنا ياخد الخدمة اللي أخدتها من الله يتأكد النهاردة أنه أخد خدمة من قبل الله عايزين نكلم عن الخدمة الحقيقية أخدم الرب بكل تواضع ودموع كثيرة آمين خدمة الرب طبعا يعني أول شيء لازم ندرك أنه هي دعوة بالضبط دعوة من الرب وخلينا أقول شيء كتير كتير مهم ولسيما من حياة رسول بولوس حلس معجستين سيد سمك هو ثلاث معجزات بسعت معجستين سيد سمك الأولى في لوقة إصحاح خمسة قال له الرب يسوع أبعد إلى العمق وألقوا شبابككم للصيد أجاب بطرس وقال يا سيد قد تعبنا الليلة كله ولم نصطد شيئا ولكن على كلمتك قلق الشبكة صادوا سمك كتير سفينتين وبعدين أدرك بطرس أنه هو أمام شخص غير عادي قال له أخرج من سفينة يا رب لأني رجل خاطئ أجاب يسوع وقال له من الآن تصطاد الناس يعني حكون سياد ناس ودار الزمن بطرس ينكر الرب يسوع المسيح الرب يسوع بيتقابل بعد المعجزة في يحنى 21 سطاد ومئة وخمسين سمك كبيرة وبعدين لما رحوا للشط كان المسيح محضر سمك عم بشوي سمك على جمر وبعدين الرب سأل بطرس سؤال كتير كتير مهم يا سمعان بن يونة أتحبني أكثر من هؤلاء أجاب بطرس وقال له يا رب أنت تعلم أني أحبك قال له ارعى خرافي لاحظ هون في نقطة كتير كتير مهمة من زمان قال له تصطاد ناس هون عم بيكلمه ترعى خرافي بس السؤال الأول والأهم أتحبني وأريد أن أؤكد على الكلام اللي ذكرته يعني على الإيمان أنه في كتير ناس بتخدم الرب بس ما عندهاش محبة وكل شخص عنده محبة لابد أنه يخدم الرب فهاي خدمة الرب وبعدين الرب يسوع كان متنبئ لبطرس بقول له وامر ترجعت ثبت إخوتك وفي يوحن 21 بقول حين كنت شابا تمنطق ذاتك وتمشي حيث تشاء ولكن ما تشخت آخر يمنطقك وتمشي حيث لا تشاء وبعدين قال له اتبعني لاحظ عدة مرات قال له اتبعني والتقليد بقولنا أنه بطرس فعلا يعني هو الأشعل الشرارة من خلال خدمة لما نيرون أو الاضطهاد ابتدأ في أيام نيرون يقال أنه بولوس كان مسجون وأيضا بطرس بولوس لأنه جنسية رومانية طبعا الحكم كان بقطع الرأس لكن الغير روماني والشخص اللي يعتبر بثير فتنة أو يرفض العبادة لقيصر أو يرفض أن يقول قيصر هو رب طبعا بطرس بكون الحكم عليه بالصل كان ماشي في فيا أبيان هذا طريق في روما ويقال أنه رب اتقابل مع بطرس قال له على وين يا بطرس قال له ما انت شايف الاضطهاد شو عم بيصير في روما قال له ارجع وهي النبوة ما ترجع فهو فعلا مات ولكن قال حاش لي أم أصلب مثل سيدي ولكن عاوزنا أقوله أنه الرب يسوع وعده بأية ميتة مزمع أن يمجد الله بها فهي الموتة كل شخص كان يموت من أجل المسيح كان سبعة يؤمنوا بالرب يسوع المسيح فعلا أول مئتين سنة أكتر من ثلاث مليون شخص استشهد من أجل المسيح ولكن المسيحية انتشرت في ثلاث قارات في أقل من خمس وعشرين سنة بسبب بولوس أنه حمل المشعل أخذ الخدمة بشكل جد وأنه هو عبر أنه إحنا لسنا كالباقين غشين كلمة الله كان يؤمن بالكلمة كان يتكلم بالكلمة وكان الله يؤيد الكلمة بالآيات التابعة خمس وعشرين سنة الله كلمة الله تقول ما كانش فيه انترنت ما فيش تليفون في ثلاث قارات في ثلاث قارات ما فيش انترنت ما فيش تليفون ما فيش سيارات ما فيش طيارات السفن بدائية لكن عمل الروح القدس لكن الواحد كان يقوم بداله سبعة فشوف الملتبليكيشن اللي وصلت بك فعلا نفسي فعلا أن ربنا يلمع قدامنا يعني أكون خادم حقيقي لله أمين تعرف يا أخي بيتر في سؤال مهم إحنا بحاجة أن نسأله وأعتقد كل خادم نسأله نحنا لأنفسنا وكل خادم ينوي أن يخدم الله السؤال المهم ما هو هدف خدمتي أعتقد لما يعين الهدف يعني بولس في رسالته الأولى لأهل كورنثوس والإصحاح الثالث يقدم لنا الغرض اللي على أساسه يخدم واعتقد التوجه للغرض هو اللي يحدد نجاح الخدمة فيقول الآتي في العدد خمسة من الإصحاح الثالث فمن هو أبولس ومن هو أبولس بل خادمان آمنتم بواسطتهما كما أعطى الرب لكل واحد أنا غرست وأبولسق لكن الله كان ينمي إذن ليس الغارس شيئا ولا السارق ولا الساقي بل الله الذي ينمي والغارس والساقي واحد لكل ولكن لكل واحد سيأخذ أجره بحسب تعبه فإننا نحن عاملان مع الله أو عاملان معا لله إحنا بنشتغل وبعدين يقول وأنتم فلاحة الله نتخيل لما يقول إحنا عاملان يعني هو يقول إحنا فلاحان طب تخيل الفلاح في الأرض شكل الفلاح في الأرض لابس ببلة وكارفتة الخدمة مرة واحد قال الخدمة ليست خدمة المنابر لكن خدمة الحقول الرب يسوع كان دائما يعطي هذا المثل أعتقد الفلاح تتسخ أرجله في الحقل هنا يقول أنه أنتم فلاحة الله وبعدين يقول أنتم بناء الله يعني أنا مشغول خدمتي هي ماذا؟ هو أنه أنا أشتغل في حق لله أنا عامل عند الله وبحاجة أن يرى من؟ من الذي يرى الثمر؟ الله هو الذي يرى الثمر ليس أنه أنا ساعات لما يقول للعدد نفكر إحنا بالمنظور الجسدي متصورين أنه لما يزيد العدد معناها الله فرحان لكن الفكرة ليست بزيادة العدد الله دائما ينظر إلى النوعية مرة سألني أخ قل لي الكنيسة كبيرة قلت له الكنيسة اللي فيها عشرة ألاف شخص وفيها عشرة أشخاص مؤمنين كنيسة ذو عشرة أشخاص فقط ليس فيها عشرة ألاف شخص ليست الفكرة في العدد نحن دائما ننظر إلى العدد لكن الله ينظر لا إلى الكمية ينظر إلى النوعية فيترى أنا كخادم وفي هذا النص يقدم لي أمور عجيبة غريبة نحن دائما نعكس هذا الأمر يقول أنه أنا أتمم بفرح سعي صحيح؟ ولم أفتر أن أنظر بالدموع كل واحد يعني لما أخدم أخدم بفرح بلا تذمر ولما أكون في مخدعي الدموع تملأني ساعات إحنا نعمل العكس مرة سمعت تعليق من شخص قال أنه الكنيسة اللي أنا فيها أنا شايل كل شي فيها ولو تركت الكنيسة هذه الكنيسة رح تخرب قلت له يسمع منك ربنا وتخرب قال لي ليه؟ قلت له الكنيسة اللي تقف على خادم يجب أن تخرب لأن الكنيسة لا تقف على خادم الكنيسة تقف على المسيح وبئس الخادم الذي يقدم نفسه أساساً للكنيسة حتى أنه بولوس يقول أن من يضع أساساً غير الذي وضع الذي هو يسوع المسيح ورأينا أنه فيه أشخاص تضع الأساس وتبني ماذا؟ خشب وعشب وقش وناس دهب وفضة وحجارة كريمة حط نص كيلو دهب في جيبك وعادل قيمة النص كيلو الدهب بلوري قش بقلاب قش الخدمة الكبيرة ليست مقياس لنجاحها لكن الخدمة القيمة الصغيرة الثمينة هي اللي فيها الثمر الحقيقي بتأكيد لكلام الأخ فادي أنه في كورونتس الثاني صاح 6 والآية الأولى بيتكلم نحن عاملان مع الله وعنها كلمة كبيرة في الإنجليزية ترجمة شركاء بالخدمة مع الله كيف ممكن نكون شركاء مع الله؟ هو الله اللي بيعمل الخدمة بس بفرحنا بقول في يحنى 4 لكي يفرح الزارع والحاصد معا فرح بعدين بقول يجمع ثمارا للحياة الأبدية ففي زارع وفي حاصد بس كله بيعملوا في روح الفريق الواحد وحد بيزرع وحد بيحصد الله ينمي الله اللي بيبارك هاي الخدمة الحقيقية وخلينا أضيف كمان كلمة على اللي حكى أخوي فادي لازم أنا أسأل ما هو هدف الخدمة وإيه الموتف؟ إيه الدافع من وراء الخدمة؟ بقول في أفسس 4-1 أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم فيها في تسالونيكي 4 برضو أن تسلكوا كما تردوا تردوا الله يعني إحنا عايشين حتى نرضي الله في كورمتوس الثانية إصحاح يعني خلينا أخذ إصحاح عشرة أوكي بولوس بدافع عن رسوليته بدافع عن خدمته بس في عدة أسئلة السؤال الأول شو هو الدافع؟ شو هو هدف الخدمة؟ وهذا طبعا محتاج كل خادم أن يجاوب على هذا السؤال هل هو دافع مادي؟ هل هو دافع السلطة؟ هل هو دافع التسلط؟ هل هو دافع لأنه أبوي أمي كان نفسا أنه أكون خادم؟ وهكذا يعني ممكن يكون الدوافع خطأ السؤال الثاني اللي لازم نسأله في هذا الموضوع إيه هو المقياس الحقيقي للخدمة؟ طبعا في بولوس في كرونس الثانية يحكي عن ناس عن خدام اللي بيسميهم دعاة التهويد جوديايزرز اللي حطوا أعباء وأحمال على الناس أنه الخلاص يعني عشان تكون مسيحي بالعرب لازم تكون يهودي لازم تختتن ولازم تحافظ وتمارس أعمال للنموض طب إيه هو المقياس؟ هاي الجماعة بقول عم بقيسوا يعني ولا أن نقابل أنفسنا بهم بل هم إذ يقيسون أنفسهم على أنفسهم المقياس تبعهم هو الناس يعني أو في شيء يعني بيحكم شيء ثالث مين اللي بيمدح خدمته؟ هل الرب ولا الناس؟ بنفس الإصحاح يعني لاحظ بقول لأنه ليس من مدح نفسه والمزكة بل من يمدحه الرب وبعدين بيتكلم عن معرفة الله ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح ومستعدين أن ننتقم على كل عسيان متى كامل طاعتكم فإذن في سلوك جسدي مقابل سلوك الروحي في الحرب اللي بننشغل بالمعارك الجانبية بدل ما أنه ننشغل بالحرب الروحية أنه نهدم أبواب الجحيم ونقتحم حصون الشيطان بعدين إيه الهدف الحقيقي بولوس؟ بيتكلم عنه بقول ولكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله إذ أنا أنسى ما هو وراء أمتد إلى ما هو قدام أسعى نحو الغرض من أجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح فالهدف كان بالنسبة لبولوس ما فيش أي هدف آخر سواء أن يسوع المسيح وتوصيل الرسالة فالسؤال هذا السعي هل تممه؟ اسمع ما يقول لتمثاوس في الثاني إصحاح أربع الآية سبعة قد جهت الجهاد الحسن أكملت السعي يعني الخطة والهدف اللي الله وضعه أمامه والخدمة تممها وهذا هو المقياس الحقيقي أنت عارف أخفادي في كتير ناس بتبتدر خدمة بس تكملش في ناس بتبتدي رؤية ولكن تنحرف عن الرؤية وهكذا فمحتاجين التركيز محتاجين نركز عيوننا فعلا على الرب يسوع المسيح أمين أمين أنا عايز أخذ برضو منك تعليق بس خلينا ألخص الكلام الجميل ده وعلينا نسمع ترنيمة وأخذ برضو منك تعليق في نفس الموضوع هيا كلام لو حبينا ألخص الكلام الجميل اللي اسمعناه هو تكلم عن الدافع المقياس المزكة الحرب الروحية خليني برضو أضيف بعد إذنك إلمنت واحد الخدمة التي أخذتها من الرب يسوع وهنا أنا نفسي نفسي كل واحد بيشوفنا نهاردة يسأل نفسه إيه الخدمة التي أخذتها من الرب يسوع فيه فرق من الخدمة اللي أخذتها من الرب يسوع أو قابلتها من الرب يسوع والخدمة اللي على مزاجك أنت مثلا تحب متكلم تحب توعز مثلا أو زي ما اسمعنا المنابر versus الحقول واحد يحب يوقف على المنبر versus أنه يوسخ رجليه ويعرأ ويتعب وتملي اللي بيتكلم تلاقيه العنين عليها وأخذ بالك عنين تملي على الشخص اللي بيتكلم versus شخص قاعد ورا كده بيخدم الله ممكن يكونوا يريد خدم الله بكل أمانة بس الأنظار كلها متخدع على المنبر إيه الخدمة اللي أخذتها من الرب فيه خدمات كثيرة وقولوا لأرخبص الخدمة التي قبلتها من الرب يسوع تممها تممها بالضبط بالضبط إيه خدمة فأنا نفسي النهاردة النهاردة أني ربنا يلمع قدام كل واحد إيه الخدمة اللي أخذتها يا رب انتعال ماذا تريد يا سيد فيه ترديمة جميلة جدا كان كتبها بونا مكاري بتقول مولود من فوق وفي قلبي شوق أخدم شفيعي أخدم يسوع أنا لما بتأمل إزاي هو تقلم قلبي دوب واسجدل وسلم واشتاء أخدمه مولود من فوق وفي قلبي شوق أخدم شفيعي أخدمي نفسي النهاردة ربنا فعلا يلمع قدام كل واحد بيشوفنا النهاردة إيه الخدمة اللي أنا قبلتها من الرب يسوع كلمنا عن الدافع الدافع مهم جدا جدا وهنا الدافع ده هيقدنا بقى أعتقد للأي المحورية في الموضوع ده كله لا أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي لو فكرنا في نفسي ثمينة عندي هتدافع ممكن يكون ده نفسي بقى لأنني عايز أخدم خدمة الناس تسقف لي عليها أو ناس يقول يا ربنا يبركك أو أشعر بأن أنا أنجزت وأشبعت غريزة الدينية أن أنا عملت اجتماع وجبت الناس أعطهم كده زي البلاليس كده وأعطوا إيه يسمعوني كده ويصوروني وأنا بكلمه وأنا ده كده أنا بشبع نفسي أنا أنا قدام الناس خدم ناجح لكن قدام الله ولا حاجة الدافع إيه الخدمة المقياس أعتقد فعلا المجرمين دي مهمة جدا جدا لأنه مرات بندي أنا فاكر مرة زمان الواد ديفيد ابني كان عمره لسه أربع خمس سنين صغيق كده وبعدين هو جز خلته طويل قوي 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 فجاء مرة قال لي على فكرة أنا أطول من جز خلتي ربطلو ازاي وجز خلته ده مترين فقال لي أنا أنا قصت نفسي طبو ازاي قالك أنا عملت المئياس يعني عمل مئياس كده مترين فقص نفسه لا نفسه زي نفس طول جز فهو القص نفسه وهو العمل المئياس وهو العطل نتائج ومرة كتير احنا بنقيس نفسنا على نفسنا ونحس ان أنا خادم ناكع وتبقى المصيبة الكبيرة قصت نفسنا على بعض الناس دي بقى المصيبة الأكبر دي مصيبة الأكبر أما أشوف الناس في الاجتماع بيعملوا إيه وعمل زيو فأنا كباقي كل الناس ودي أعتقد خطة الشيطان أن يخلي المؤمنين نسخ زي بعض كلهم زي بعض كباقي المؤمنين أما يشغل بالخدمة وليس بالمخدوم بالزبط كده وما فيش نفسي تمينعي عايزين نكمل في الموضوع الرائع ده بس ناخد ترديمة من الأخت داليا أخت داليا معرفش أنت بحضر لنا إيه بقى موسيقى بأكد النفس ذبيح حياني مقدسة ومرضي أمامي موسيقى 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 حاضر هنجاوبك يا أخي عاريان وشكرا لك لمدخلتك هو يمكن سؤال بعيد عن موضوعنا بس الأخي عاريان صديق للبرنامج فأعتقد الدولة اللي عاملة كاس العالم والشغلة الدنيا كلها موضوع المثليه معرفش فرصام سرينج ريزن موضوع القبر أو يدراتيو بقى يعني ما عندناش موضوع في العالم كله في كندا هنا وفي كل العالم ما عندناش موضوع دراتي غير المثلية وطبعا رميا واحد صح واحد واضح جدا 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 الموضوع در مش محتاج حتى ان احنا وشوف اللوت وشوف العمل والرب في صدوم وعمورة موضوع الخمر در ممكن ناخد فيه حلقة كاملة لأن كلمة خمر مترجمة بأكتر من كلمة فيه عصير عنا فيه كذا 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 يعني لا نذكر بالخمر الذي فيه الخلاعة لكن نمتلق بالروح لكن في نفس الوقت لما كانت مساوس استعمل خمرا قليلا من أجل معدتك وأسقامك الكثيرة فالموضوع در ممكن ناخد حلقة عن الخمر في المسيحية بس طبعا موضوع المثلية ده يعني موضوع منتهي يعني مش محتاج ان احنا نتكلم فيه اقرى رميا واحد اقرى كتابك اقرى روح الكتاب كله يعني من البداية زي ما بيقولوا الله تصدر ادام و ايوه لا ادام و ستيف واخد بالك فواضحة خطة الله من الأول لكن كل دي روح العالم وقلنا فعلا ان احنا الحاجة الوحيدة اللي ننتبه لها ان احنا في الزبان الأخير عازين يغيزوا الله بكل امكانية لكن ممكن نبقى حلقة تانية نتكلم في موضوع الخمر بس طبعا موضوع المثلية ده مش يعني ده ده واضح جدا في الكلمة الله طيب لو هنتكلم عن الخادم الامين الحقيقي اقصعب حاجة بتواجه اي خادم هو التبادل بين نفسه وبين المسيح النفسي غالية عندي مش هقدر اكون معكم كل الزمان انا مش فضلكم انا عندي عندي اهتماماتي ده معكم كل الزمان يعني صبح و ظهر ليل وبعدين لما بيصلي بدموع يقولك ليلا ونهارا مش نهارا وليلا ده كل ليلة عمال بيصلي بدموع بس على الفكرة مرات احنا نصلي بدموع بس عما يكون عندنا مصايب يعني ما يكون عندي مشكلة اصلي بدموع عشان نفسي عشان ربين اتطلعني لكن ما يكون فادي عنده مشكلة وقف ومشكلة اصلي بدموع عشان فادي أنا أصلي بدموع عشان مشاكلي أنا عشان حظي العثر عشان حظي الخايب لكن بولس لما يشوف فادي وقع في مشكلة كان يصلي بدموع عشان فادي راجل مش عايش لنفسه عايش للمسيح ودي التريد أوف بتوين النفس وزي ما سمعنا ده وقت بحط نفسي زبيحة عند قدمين أعتقد التوحد مع فكرة الله ومع الأشخاص هو ما يجعل الشخص ملتهب في عمل الله تشبع من كلمة الله تشعر أن المؤمنين فلاحة الله فأنا مشاعر الله تنتقل لي وأستطيع أن ألتهب فعلا وأنا أخدم فهنا يقول لم أفتر وأعني لم يقل حماسي ودموعي وصراخي لأجلكم ثلاث سنين بلا توقف يقدم الحقيقة أحنا ممكن نتجول في أمور كثيرة يعني كما ذكرنا يذكر كلمة الدموع ثلاث مرات هنا يقول ودموع كثيرة بتجارب أصابتني وبعدين يذكر أيضا أني لم أفتر عن أن أنذر بالدموع كل واحد لكن أنا يعني شغلني الله أتكلم بنقطة مهمة كيف تكون خدمتي ناجحة طبعا ناجحة من وجهة نظر الله من وجهة نظر الله بالضبط لأنه في مبدأ تغير الآن أنا بتكلم مع الخدام المولودين من الله هو ينبغي أن ذاك يزيد وأنا أزيد الفكرة سعاد بتتوجه بهذا الشكل حتى لو كانت دوافعي دوافع أمينة يعني الغرض أنه الخدمة تكبر وبعدين تتحول الكبر الخدمة من الانشغال وهذا أكبر فخ يوجهه إبليس في حياة المؤمن هو أن تتحول خدمتي من انشغال بحجارة حية إلى حجارة ميتة يعني بدل أنه أنا أفكر بأنه اللي يبنى هي الكنيسة كبيت الله كمؤمنين إلى كنيسة تبنى كمبنى فيضبح الاهتمام بالمبنى أكثر من الاهتمام بكنيسة الله متغاضين ومتناسين أنه المبنى هذا ليس هو مكان نحن ساعات نتصور والفكرة اللي خطأ وصلتنا أنه الكنيسة هي بيت الله وعندما نقول الكنيسة هي بيت الله يخطر في أذهاننا المبنى اللي أنا ألتقي فيه لكن هذا ليس الكنيسة هذا مجرد مبنى أنا ملتقي فيه هذا ليس الكنيسة الكنيسة هي نحن المجتمعين لما أنا أنشغل بالنفوس الحقيقة بولس بيتكلم عن نفسه في أعمال الرسل 16 في حادثة في منتهى الروعة عندما دخل إلى سجن في لبي في منتهى الروعة في هذا النص يقول في العدد 25 ونحو نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله لابد لابد كل خادم يصلي ويسبح الله لابد وأن تعقب هذه الصلاة وهذا السجود زلزلة عظيمة لابد مع العلم أنه إبليس تصور أنه انتصر أدخلهم إلى السجن لكن مباشرة بعد يقول فحدثت بغدة زلزلة عظيمة لا أريد أن أكبر الآية لأنه هناك كمالة رائعة في هذا النص زلزلة عظيمة كم مرة إحنا صلينا قبل أن نبتدي الحلقة كنت أتكلم مع أختي داليا عن كيف اختبرنا الله فقلنا أنه في البداية إحنا رفضنا كل واحد فينا وصلت إليه كلمة الله يرفض لكن ماذا حصل مع الوقت الله ابتدى ليعمل زلزلات في حياتنا ماذا يحصل بالزلزلات؟ اتزعزع الأساسات الأساسية في حياتنا ما الذي يعمل هذا الأمر؟ صلواتنا إحنا في الخفاء لأجل النفوس الدموع يصليان مع العلم أنه دائما أقول هذا النص يشغلني الروح القدس كان دقيق جدا يقول يصليان ويسبحان الله لو قال يصليان فقط كنت أقول يصليان ويندبان إلى الله واحد يجدي بالمقترة عليه عصي كثيرة ومجروحه على الحجارة وملتصق جرحه ونشف الدم تتصور واحد يقول فرحان لكن كلمة يسبحان يعني فرحانين واحد فرحان بالرب واحد مصرور أحد فرحان جدا وبعدها حصلت زلزلة وبعدها يقول وحتى تزعزعت أساسات السجن وكل واحد بعيد عن الله مسجون مسجون حقيقي وكل ما أنا أصلي وكل ما أنا أنظر بالدموع لم أفتر أن أنظر بالدموع كل واحدا فيكم سيعمل الله زلزلة لكن لا ينتهي إلى ذلك يقول فانفتحت في الحال الأبواب العقول اللي كانت مقفولة انفتحت قد تستوعب وتطلع أسئلة بعدين يقول وانفكد قيود الجميع يعني الترتيب رائع هناك زلزلة ثم زعزعة ثم انفتاح أبواب ثم سقوط قيود يقول فلما استيقظ حافظ السجن ورأى أبواب السجن مفتوحة استل سيفه كان مزمعا أن يقتل نفسه ظنا أن المسجونين قد هربوا الشيء الغريب أن المسجونين كلهم كانوا موجودين ولم يهرب واحد مع العلم لا سلاسل لا أبواب مغلقة يعني اللي يحب يهرب يهرب عجيب يجاوب ويقول فنادى بوض بصوت العظيم قائلا لا تفعل بنفسك شيئا رديا لأن جميعا ها هنا عجيب سجن مفتوح ألا تخرج أصل الحقيقة بعد بعد هذه الصلوة وهذا التسبيع اكتشفوا أن هناك سجن أكبر في داخلهم وكانوا عاوزين يطلعوا من هذا السجن وليس من السجن اللي هم فيه وبعدين هون يقول قال لا تفعل بنفسك شرا يا ترى أنا أخدم فعلا مشهول أنه النفوس تنقض أنه لا يفعل الإنسان بنفسه شرا هل أنا أقدم رسالة خلاص ولا مجرد رسالة توبيخية ملومة للأشخاص هل أنا مقترن خدمتي بأنه أنا أقدم النعمة والحق معا وبعدين يقول الشيء الرعا فطلب ضوءا وكلمة ضوءا نعرفين الضوء في الكتاب المقدس يشير إلى كلمة الله نفسها سراج لرجلي كلامك من اللي طلب السجان طلب ضوءا بدأ يبحث عن كلمة الله يقول واندفع إلى داخل وخر لبولس وسيلة وهو مرتعد وهنا يأتي ينبغي أنه ذاك يزيد وأنا أنقص ثم أخرجهما وقالها سيدي ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص تعال لكنيستنا انضم لطائفتنا تعال تصير معنا لا آمن بالرب يسوع كأنه يختفي هو من المشهد ويريد أن يظهر الرب يسوع وحده آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك والنتيجة النهائية يجب أن تكون خلاص كامل للسجان ولكل أهل بيتك أمين 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 أسيس نزارة أنا عارف أنت يعني أنا أشكر الله لأجلك إحنا طبعا مش ممكن أجامل حد على حساب كلمة الله لكن أنا أشكره من أجلك فعلا في كل مرة أعرف الناس بالأسيس نزارة أقول الرجل لا يحتسب لشيء ولا نفسه ثمين أنا عارف أنت تعرضت المخاطر كتير جدا ومرك كتير وأنت بتحكي لي بس المخاطر اللي رحتها واللي اكتستي فيها وكان فعلا وادي ظل الموت لكن أنا أشكر الله من أجلك وأنت يمكن اللي تقدر تكلمنا عن الشخص أشرت اللي لقيت عن جهات الجهات الحسن أكملت السعي حفظت الإيمان نفسي 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 فعلا بقول من كل قلبي أن كل واحد يشوفنا النهاردة ياخد الخطوات لقدام النهاردة ويبقى يقدر لو رب جاء النهاردة يقدر يقول أكملت السعي جهات الجهات الحسن مش نفسي نفسي مش ثمينة عندي لكن أنا أنفق وأنفق عشان إنجيل الله كلمنا عن الجهات الحسن يعني إحنا بنحكي على كريدنشلز اللي كانت عند بولوس الرسول بقول أما اختار الله جهلاء العالم ليخزي الحكماء أما اختار الله ضعفاء هذا العالم ليخزي الأقوياء بعدين بقول اختار المزدرة وغير الموجود ليبطل الموجود لكي يكون فضل القوة لله نظروا دعوتكم أيها الأخوة ليس كثيرين بس الغريب في بولوس يعني لما حب يفتخر يعني شوف يفتخر بدقاته شوف يعني فيك كورونت ستتاني صحاح 11 بقول أهم خدام المسيح أقول كمختل العقل فأنا أفضل في الأتعاب أكثر في الضربات أخر يعني واحد يفتخر يعني أنت تخالب شو يفتخر في السجون أكثر يعني كان خرج حبوسات بولوس في الميتات مرارا كثيرة من اليهود خمس مرات قبلته أربعين جلدة إلا واحدة خمس مرات تجلد تسعة وثلاثين جلدة كل مرة والجلد صعب ثلاث مرات ضربته بالعصي مرة رجلت ثلاث مرات انكسرت بالسفينة واو يعني إذا بدنا نحسب أنه لما تمسك وألقي القبض عليه وراح لروما وطبعا إحنا نشوف أنه لما السفينة انكسرت وصفة في جزيرة ملطة برضو كمان هاي كمان مرة انكسرت في السفينة بقول ليلا ونهارا قضيت في العمق بأصفار مرارا كثيرة بأخطار سيول بأخطار لصوص بأخطار من جنسي بأخطار من الأمم بأخطار في المدينة بأخطار في البرية بأخطار في البحر بأخطار هنا يعني الصعبة من إخوة كذبة في تعب وكد في أصهار مرارا كثيرة في جوع وعطش في أصوام مرارا كثيرة في برد وعري أنا بأعتقد لما بدك تيجي للخادم اللي بدي يخدم لازم تقراله هاي الفقرة تسأله هل مستعد أنت هذا السؤال لهم بعدين في برد وعري عدما هو ذلك اتراكم عليه كل يوم الاهتمام بجميع الكنيس من يضعف وأنا لا أضعف من يعثر وأنا لا ألتهل وبعدين بيكمل بقول في دمشق والي الحارث الملك كان يحرس مدينة الدمشقيين يريد أن يمسكني فتدليت من طاقة في زنبيل من الصور وأنا جوت من يدي يعني هاي بس هيك يعني السنواتسيز بسيطة لبولوس الرسول لكل اللي مر فيه بعدين لما بيجي على الافتخار بقول يعني طب على فكرة أنا كان عندي اختبار غير عادي أنا كنت في السماء التالتي وبعدين بقول يعني لألا أرتفع بفرط الإعلانات أعطيته شوكة يعني الله أرسل ملاك الشيطان ليلقمني وفعلا كانت ضربي وبعدين بقول من أجل هذا تضرعته إلى الرب ثلاث مرات وقال له ربتك فيك نعمتي نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل طيب يا بولوس بيكمل بقول لأن فبكل صرور أفتخر بالحري مش بالفلسفة اللي أنا كنت مشهور فيها في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح لذلك أصر بالضعفات والشتايم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح لأن حينما أنا ضعيف فحينئذن أنا قوي بعدين من ناحية تاني بيتكلم عن مشاكل الإخوة يعني بيحكي بقول أخاف إذ جئت أن لا أجدكم كما أريد وأوجد منكم كما لا تريدون لأن في خصومات ومحاسدات وصخطات وتحزبات ومذمات ونميمات وتكبرات وتشويشات وهكذا يعني بيتكلم بمقارنة عاوز تخدم هل أنت مستعد أنك تواجه أنا بتذكر كنت بعدني فرق شاب والأسيس تلي ولسه شاب أسيس تلي قال لك تخدم الرب راح أخذني على الباب باب الكنيسة كان فيه هيكا زي سجالي قال إذا كتخدم دك تكون ممسحة الناس تدوس عليك كنت أستطيع صعبها لأن أنا فعلا كنت ملاكم يعني أحب أحل مشاكل بأيدي يعني عارف ومش متخايل أن واحد يعني مثل بولوس يعود يسب معاني اليوم المسبات والشتايم والتهديد بس أنا مش متخايل واحد يجي مد إيده علي طبعا فتخايل أنت بولوس أكل عصي ورجل وضرب وجلد وكل هالأمور وعم بيفتخر بالضعفات مبارك اسم أعتقد ده الخادم الحقيقي اللي فعلا نفسي ربنا يسقل كل واحد بيشوفنا نهاردة يكون بس بقى الغريب أسيس نظار شوف انت قريت الجزء ده كان من كورسوس التانية 11 خليني أفكرك تاني من اليهود من اليهود خمس مرات قبلت أربعين جلدة إلا واحدة يعني 195 جلدة 195 جلدة ثلاث مرات دوربتة بالعصي كل ده ويرجع بقى يقول إيه يقول ودي أنا مش أدر أفهمها فعلا دي آية لحد النهاردة مش أدر أفهمها إزاي يقول أقول الصدق في المسيح لأجذب وضميري شاهد لي بروح القدس إن لي حزنا عظيما في قلبي واجع لا ينقاطع من أجل مين أنسباء مين هم أنسباءه اليهود اللي ضربوه 195 اللي ضربوه جلدوه خمس وأقول الصدق في المسيح لأجذب ضميري شاهد لي بروحك هنا بقى بيقول إيه أنا بقول الصدق ما بكذبش واللي أخطر من كده يقول إن الروح القدس ضميري شاهد لي بروح القدس طب يا بولس خلي بالك خلي بالك إنه أنت بتشاهد الروح القدس أنت عارف إن حمية وسفيرة لما كذبوا عن روح القدس إيه اللي حصل ده بيشاهد الروح القدس بيقول إيه إيه بقى المطلوب هنا بيقول أود لو أكون أنا نفسي محروما من المسيح من أجلهم يعني أروح جهنم من أجلهم يعني آه الضرب سهل في البرد السفينة تنكسر الطيارة تنكسر أه هتعدي لكن أقضي أبدية محروما من المسيح والحياة هي المسيح محروما لأجل إخوتي أنسبائي حسب الجسد إن لهم غيرة لكن ليست حسب معرفة أهودي يا رب الديني قلبك قلبك مليء بالحنان يبكي على كل خاطي مأسور فقهدي الخادم اللي فعلا نفسي ليست ثمينة عندي وأعتقد إحنا لو فكرنا كويس إحنا فشلين في خدمتنا ولو وقفنا النهاردة قدام كرسي المسيح أعتقد هتبقى مصيبة لأنه ما أقدرش أقف النهاردة قدام كرسي المسيح وأقول له جهدت جهدت أنا جهدت يمكن يمكن جهد بس مش جهد حسن يمكن سعية بس ما أكملتش السعية يمكن مش كل الوقت بخدم الله لكن الراجل ده بيقول لك أنا بتأود لو أكون آسف آخر كلمات بيحكيها في العهد الجديد مع تمثاوس بقول له اكرز بالكلمة بزبط أعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب انتهر وبخ عز بكل أنات وتعليم لأنه سيأتي وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح صحيحة بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون إلى الخرفات أما أنت أما أنت فصحوا في كل شيء احتمل المشقات أعمل أعمل عمل المبشر تمم خدم أمين أمين بعدين بقول إني أنا الآن أسكب سكيبا وقت رحيلي قد حضر قد جهدت الجهاد الحسن أكملت الساعة حفظت الإيمان وأخيرا قد وضع لي إكل للبر الذي هبوا ليه في ذلك الرب الديان العادل ليس لي فقط بل لجميع لجميع المشاهدين يحبون ظهورهم أيضا أمين لجميع المشاهدين نفسي بنعمة الرب المشاهدين النهاردة ياخدوا خطوة جديدة إن ربنا يدقي يا رب ديني ألبك 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 المليء بالحنان اللي يبكي على كل خاطئ مأسور في يد الشطان ويخدم الله خدمة مرضية ومقبولة قدامه ولا تكون نفسي ثمينة نأخذ ترنيمة أخي فيتر يعني في خمس حاجات على السريع نحن بحاجة أن الخادم ينتبه لها كل واحد يخدم ومرة أخرى لما نقول خادم لنقصد فيها شخص يقف على منبر بالضبط لكن أعتبر كل مؤمن حقيقي هو خادم حقيقي للرب قد أكون أنه أنا لا أقف على المنبر لكن في مجال عملي أنا شهادة حقيقية عن المسيح أنا خادم هو كل خادم مؤمن لكن ليس كل مؤمن خادم فهنا بيكلمني في العدد واحد في عجالة في العدد واحد وثلاثين إهمال الدموع يعني العدد واحد وثلاثين يقول لي ذلك أسهروا متذكرين أني ثلاث سنين ليلة والنهارة لم أفتر يعني خلي دموعك تنزل واحد يقول لي يعني أبكي بالعافية لا مش تبكي بالعافية لكن أبكي قدام الرب أنه يدي لك قلبه اللي يخليك تبكي أمين وهو هيسكب بيك بعدين البعضين اللي بعدها الآية اللي بعدها السطحية أنا بحاجة أنه مكونش سطحي مش المسألة أن أنا أقول خدمة وامشي لكن بيقول والآن أستودعكم يا أخوتي لإيه؟ لله ولكلمات نعمته القادرة أن تبنيكم العمق في العلاقة العدد تلاتة وثلاثين يكلمني الشغرة يا ترى أنا عاوز أشتهر الآية تقول الآتي بيقول بعد يقول أستودعكم فضة أو ذهب أو لباس لم أشتهي أنا مش عاوز أشتهي مش عاوز أشتهر مش عاوز أخذ أنا جيد أنفق وأنفق الفكرة ده بعدين الكسل 34 بيقول آية حلوة جدا بيقول تعلمون أن حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها تلك اليدان أنا مش كسلان أنا مش عاوز الناس تجيبلي أنا مش عاوز الناس تجيلي أنا بروح وأنا بنفق على الخدمة مش أن أنا يترى هاخد كام في الليلة يترى هقدم إيه آخر حاجة في الخمسة وثلاثين يقول الآية الحلوة في كل شيء أريتكم إنه هكذا ينبغي إنكم تتعبون وتعضدون الضعفاء متذكرين كلمات ربنا يسوع المسيح إنه قال مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ الأنانية أنا مش جاي أخذ أنا جاي أدي أمين الخادم هو أنه يد ينفق وأنفق بالضبط مع العلم الآية دي تكلمنا فيها يا أخويا بيتر قلنا لما قال إنه أنا أنفق وأنفق يقول أنا بسرور مع العلم إنه فوق كده إن أنا بقى أحب كثيرا لكن أحب قليلا لكن أنا فرحان لأن المشكلة مش إن أنا اللي أحب مشكلة إنه الله هو اللي ينحب أمين 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 ناخد ترنيمة ونرجع نكمل تاني الموضوع الرائع الجميل ده فبدالي موسيقى 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 عز حبل ميرك على كتفي وإنت وعدت النعامها تكفي وتكون أيامين البشتاء والحدي ما تيجي ألها عشنا عايز أحمل نيرك على كتفي وإنت وعدت النعمة هتكفي وتكون أيامه للمشدى والحدي ما تيجي ألها عشنا يا ياسوع يلي انتشرت شرتي من زمان وحملت صليبي وقبلت الهوى يسوأي عمري من غيرك نبضت قلبي من خيرك عايز أستثمر عمري لغلكوتك يا ياسوع يلي انتشرت شرتي من زمان وحملت صليبي وقبلت الهوى يسوأي عمري من غيرك نبضت قلبي من خيرك عايز أستثمر عمري لغلكوتك اشتركوا في القناة 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 في آخر الحسابات أنه أنا بعيد عنها بعدين قال حتى أتمم بفرح سعي اشتغل عداء عاوز يوصل للهدف عنده هدف مركز أنه هو يوصل له مش بدموع لكن بفرح بعدين والخدمة التي أخذتها زي ما تكلمنا الوكالة الحقيقية لأجل كل وعد فينا لأشهد ببشارة الإنجيل القطعة الصفراء اللي خلاها الأخمزة أني أنا أفضل المسئولية ستتم لما أعمل الحزب صح لما أسعى صح لما أعرف أن أنا وكيل ولما أنا أشهد ساعتها سأكون رقيب مغسول اليدين من دم أي شخص أمين 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 الكثير منك أسسنا صاري أمين لكتاب المقدس يتكلم بشكل واضح كل من يؤمن بالابن الرب يسوع له حياة أبدية والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكس عليه غضب الله كتاب واضح أجرة الخطية هي موت أما هبت الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا عاوز أقول شيء مهم الله بيحبك والله لا يريد أحد أن يهلك بل الجميع يقبل إلى التوبة الله عاوز يخلص كل إنسان اللي خلت أو كلفت دم الرب يسوع ينزل من السماء على الأرض من أجلك ومن أجله المسيح مات من أجل خطيك فكل ما عليك أنك أنت تقبل هذه العطية المجانية وتيجي إلى الرب يسوع مثل ما أنت تقول له ارحمني أنا الخاطئ صليها أقول له يا رب غسلني بدمك الكريم صليها أقول له يا رب أنا أدعوك إلى قلب إلى حياتي أتوجك رب وملك على قلب وحياتي وأيضا أتوجك مخلص شخصي على حياتي إذا أنت فعلا بتصلي وقبلت الرب تأكد أنه من يقبل إليه إلى الرب يسوع لا أخرجه خارجا اسمع وعد الرب يسوع المسيح الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة عمل الرب عمل كامل إذا أنت أجيه تقول له يا رب ارحمني وأنت ربي وسيدي أكد أنه اسمك بينكتب في هذه اللحظة في سفر الحياة دايما الكتاب بيقدم أنه الخلاصية عطية مجانية من الرب وأنه عمل إلهي لا تستطيع أن تخلص نفسك الله هو الذي يخلصك من خلال يسوع المسيح تعالي الآن أطلب الرب يسوع سلم حياتك للمسيح والأرقام موجودة أمامك اتصل في نرس رح تصلي معاك والرب يثبتك بالإيمان وبالنعمة وبالمعرفة كمان والرب يستخدمك وأشكر الله من أجلك هذا قرار يعتبر قرار مصيري أهم قرار في الحياة بصلي من كل قلبي إنك قبلت الرب يسوع والرب يباركك أمين أمين بشكركم جدا حبائي لوجودكم معانا النهاردة حبائي بشكركم من طبعتكم هنخرج من الحلقة دي بترنيمة بس أذكركم بحاجتين اتنين مهمين أوي لو كنت طلبت رب النهاردة من كل قلبك استق أن رب هيسمع خالق الأذن ألا يسمع هيسمع لك ودي أجمل شيء موسيقى فيه ودان الرب لما تيجيلوا في يوم الأيام تقولوا ارحمني أنا الخاطئ حاجة تانية نفسي كل واحد مننا يتفقل بالخدمة يقولوا يا رب ماذا تريد يا سيد أنا أفعل عايزني أعمل إيه يا رب دين الخدمة دين أخدمك خدمة مرضية ومقبولة قدامك وتحس بالمسؤولية كمان أحبا لكل الأحباء اللي عايشين في تورونتو وضواحيها بذكركم أن يوم الجمعة الجاية يوم السبت الجاية عفوا يوم السبت الجاية يوم السبت الجاية يوم 26 نوفمبر في فرصة للطبيب العظيم باللغة الإنجليزية أساسا للشباب من فضلكم تفقلوا بالمسؤولية لو عندك أي حد في بيتك شباب أولادك ريبك أرجوك تتفقل بالمسؤولية وتدعيهم هيكون في هوليدي إن 600 ديكسون رود في تورونتو جنب المطار يوم السبت الجاية يوم 26 الساعة 7 مساء أرجوك تتصلوا للفرصة دي أول مرة نعمل فرصة للطبيب العظيم باللغة الإنجليزية تحت رينيوت تسقلوا بالفرصة دي هنخرج من الحلقة دي بترنيمة وإلى لقاء جديد أستودعكم في رعاية القدير رسالة وطيتني يا سيدي كي أخبر المنى عن الحب العجيب وقلت لي أن طريق شائفون وقلت لي أني سأحمل الصليب لكنك أنت أنت ما حميل من روحك القدوس عونا لا يخير مكرساً مفسي لك مضاعفاً حبي لك ممتلئاً بروحك أسير خلفك روحي وجسمي سيدي أمانة أوكلتني حتى أصنعها لك أردتني بأن أكون طاهران مخصصاً مكرساً لشخصك نداء العالم قوي قوي لي كي أنكر النفس وأحيا ملكك مكرساً نفسي لك مضاعفاً حبي لك ممتلئاً بروحك أسير خلفك إن فاترت يوم لك محبتي أو إن أنا أكرتك التفت إليك دعيني ألا تمتغي دنيا الغناء بل باكياً أجدد عهد الوفي وإن ظننت أن حبك ملون زدقني اسم مثل حبنا الغني مكرساً نفسي لك مضاعفاً حبي لك ممتلئاً بروحك أسير خلفك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر